كمس ميت بسبب عدم توفير الرواتب في حدث هو ليس بجديد تظهر الموظفون العراقيون العاملون ضمن شركة بيزنس انتل المعنية بحماية أمن مطار بغداد الدولي للمطالبة برواتبهم ليتبين أن خزينة الشركة باتت شبه خاوية عقب هروب مديرك المفوض فراس العزاوي إلى جهة مجهولة حاملا معه أموالا طائلة تخص الشركة بحسب المدير المالي حفيظ أوكي أفغاني الأصل كندي الجنسية شركة بيزنس انتل ورغم القرار الحكومي بفسخ التعاقد معها في كانون الثاني من عام 2023 إلى أنها ما زالت تعمل في مطار بغداد حيث تجاغلت سلطة الطيران العراقية فضائح الفساد والاتهامات باستخدام الشركة في تهريب العملة والمقدرات إلى الخارج وفقا لوزير النقل الأسبق والنائب الحالي عامر عبدالجبار ومن استلمت لحد الآن تهريب العملة وتهريب مقدرات اختراق المطار احترق مرتين تولت شركة بيزنس انتل عقد الأمن والسلامة في مطار بغداد في تشرين الأول عام 2022 بعد أن أقصت سلطة الطيران المدني العراقية شركة الأمن البريطانية جي فور اس التحديات التي شابت عملية إرساء عطاء حماية المطار لصالح هذه الشركة دفع عضاء في لجنة نزاغة نيابية للطلب في فتح تحقيق بعد أن تبين بأن شركة بيزنس انتل لم توفر إثباتا لأصولها المالية وخبراتها أو حتى امتلاكها رخصة أمنية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية في العراق عندما فازت بالعقد كما لم يكن لديها أكثر من موظفين اثنين وكان شركة بيزنس انتل وقت التعاقد معها مسجلة في ولاية أونتاريو وفقا لسجلات الأعمال الكندية كشركة سياحية فيما يتضمن سجل عمل الرئيس التنفيذي للشركة الأفغانية حفيظ أوكي بيع شراشف أسرة ومناشف للفنادق في مدينة قندهار الأفغانية في التسعينيات من القرن الماضي وصف وظيفي لم يمنع حفيظ من تقييم مطار بغداد بأنه الأسوأ في العالم عقب تنامي خلافاته مع شركه في راس العزاوي تقييم جاء ليفاقما من أزمة مفادها أن لا بوادر على المدى القريب بشأن إمكانية رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية المستمر منذ نحو عقد من الزمن اشتركوا في القناة